يعني باقي 15 نيوم قبل باكالوريا من المفروض دائما شعارنا للتلاميذ إذا أردت فأنت تستطيع يعني دائما مدة الفلسفة يقدر التلميذ في 15 نيوم هذه على الأقل يستوعب 3 مقالات 4 مقالات يعني ما نقولوش كين استيعاب كامل بسكو تلاميذ يقول لك الحفظ الآلي البغبغاء إحنا نرفضه كأساتيدة دائما نقولوا للتلميذ تاخذ المسلمات تاخذ الأمثلة تاخذ الحجج وتستعمل أسلوبك وكون مقالتك الفرضية أحسن وأحسن يلا أول نقطة نحب أن نطرق لها صبيحة اليوم فيما يخص هذا الموضوع بالنسبة للمراجعة الفرضية والمراجعة الجماعية ناس تأيد أن تكون مراجعة فرضية وحده في الدار مع العائلة دياله مع الأستاذ دياله مرافقة مستمرة ودائمة طبعا تحت إشراف أساتذة في المجال وفي المدى وناس يفضلوا المراجعة الجماعية تكون بحضور أصدقاء تلاميذ من نفس المؤسسة أو المدرسة في نفس المادة في رايكنتايا وشنه هي الطريقة الأنجع للاستفادة من المراجعة في هذه الموارضة في هذه الأيام بالنسبة للمراجعة يعني دائما تلميذ نقوله تكون الأفكار والمعلومات مثلا في مادة الفلسفة أخذ الأقوال أخذ الأمثلة تكون في مراجعة جماعية مع الأستاذ ثم الجانب التطبيعي يكون العمل الفردي مثلا في مادة الفلسفة احنا نتعاون نتكلمه على أسئلة هناك سؤال جدلي المقارنة الاستقصائي احنا نقوله التنميذ دائما اعملوا في البيت يعني دائما احنا نعطوك الأفكار نعطوك المعلومات نعطوك المسلمة والحجج وما عليك سوى التحليل وتحليل المقال دائما بأسلوب فلسفي يعني دائما تكون معادلة يحاولوا أنه يوازنوا بين المراجعة الجماعية والمراجعة الفردية نعم لأنه المراجعة الجماعية فيها نفس آخر أنه التلميذ يكون مع تنميذ صحابه زملاء وغيرها ينقص هذاك الاستراسي ينقص هذاك الضغط ويكون آلاز ويقدر يهضر لو شوحاب بس كيكون في الدار دائما كان شوية متابعة الأم متابعة الأخ أو الأسرة ويكون مضغوط هذا التلميذ كي يجي يكون يهضر معانا بكل أرياحية حتى